تتباين المواقف حول وضايا المرأة في تونس بعد الثورة بين ناشطات يؤكدن ارتفاع منسوب العنف ضد النساء وجهات رسمية تعتبر أن هناك مبالغة في الحديث عن تفاقم هذه الظاهرة ويناقش مجلس النواب التونسي خلال الأيام المقبلة مشروع قانون للقضاء على العنف ضد المرأة وسط تباين المواقف حول كثير من بنوده خاصة مصطلح النوع الاجتماعي إذ يرفض معارض المشروع مقاربة نوع الاجتماعي التي نص عليها القانون معتبرين أنها ترمي إلى إلغاء كافة الفروق السوية الفطرية والبيولوجية والفسيولوجية بين الرجل والمرأة على حد وصفه للحديث عن هذا الموضوع معي عبر الأقمار الاصطناعية من تونس رضي الجربي رئيسة الاتحاد الوطني لمرأة التونسية وينضم إلينا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من تونس الشيخ محمد صالح رديد الناطق الرسمي وعضو المكتب التنفيذي لجمعيات وعضو جمعيات الأئمة من أجل العدل أرحب بضيفي الكريمين وأبدأ مع سيدة راضيا سيدة راضيا إذا كان هناك قانون يهدف لإنصاف المرأة ما الذي يمكن أن يثير الجدل حول هذا القانون يبدو أن ما ذكرت في بداية حديثك هو ما يثير الجدل الحديث عن النوع الاجتماعي أو الحديث عن تفاقم ظاهرة العنف المسلطة على النساء في تونس بشكل خاص وربما عن النساء في الوطن العربي وفي العالم بشكل عام ربما هذا ما يقلق البعض ولكنه حقيقة لابد من معالجتها وحان الوقت بالنسبة إلينا في تونس أن نعالجها وننظر إليها عن قرب نعم أيضا أشرك معي الشيخ محمد صالح الشيخ محمد لديكم في جمعية الأئمة لديكم اعتراض على هذا القانون بالرغم أن هذا القانون يهدف إلى معاقبة من يسعون في ويتجون للعنف ضد النساء ويهدف القانون لإنصاف المرأة فما الذي تعترضون عليه في هذا القانون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي المصطفى الكريم أخي الفاضل أحييك تحية معناها من القلب وإلى كل المشاهدين الكرام لقناة الجزيرة مباشر وأقول لك ردا على هذا السؤال أن جمعية الأئمة من أجل الاعتدال والنبذ التطرف لا تجدوا في هذا المشروع يعني ما تنكروا إلا مسألة الجندر فالعنف ضد المرأة وضد النساء كل الناس الأسوية يرفضون العنف ضد المرأة مهما كان نوعه ومهما كان ماتاه فنحن لا نعارض مبدأ الدفاع عن المرأة ومبدأ رفض العنف ضد المرأة وإنما نحن نعترض على مس المقدسات الإسلامية ومس الثوابت الإسلامية التي جاء بها ديننا الحنيف مثلاً مسألة اعتبار أن المهر هذا عنف ضد المرأة هذا نرفضه مسألة أن القوامة تكون يعني يعتبرونها عنف ضد المرأة هذا نرفضه الجندر كذلك هذا الجندر الوطني الذي أخذ استوردوه من الجندر العالمي كذلك نرفضه يعني هل يمكن معناها هل يقبل أن يقترن رجل برجل وأنثى بأنثى فيما يتعلق بالزواج هذا شيء ترفضه الأخلاق وترفضه النفس الأبية وترفضه كل التشريعات وكل الديانات سواء كانت السماوية أو غير السماوية ولذلك نحن لسنا ضد قانون العنف ضد المرأة وإنما هو اعتراض على الجندر الذي هو يعني يمس بالثوابت الدينية وبالثقافة العربية الإسلامية الأصيلة علماً وأن مجتمعاتنا لا تقبل مثل هذه التشريعات ولذلك مرروا مفهوم يعني مسألة الجندر في هذا القانون الذي يتفق عليه الجميع العنوان القانون واللي هو العنف ضد المرأة ومقاومة العنف ضد المرأة لا يختلف فيه إثنان أما أنه نسرب مع هذا القانون الذي يوافق عليه الجميع مفاهيم أخرى غريبة عن مجتمعنا وغريبة عن ثقافتنا وعن جيمنا وعن تشريعاتنا وعن دستورنا وخاصة عند دستورنا فالدستور لم يأتي فيه كلمة الجندر إطلاقاً شيخ محمد صالح أرجو أن توضح في أكثر من 14 مرة في أكثر من 14 فصل يعني يتحدث عن الذكر والأنت وعن الأسرة التي يعرفها الجميع أما الجندر هذا فلا وجود له في الدستور الذي لم نكاد نصادق عليه منذ ثلاث سنوات يعني يدوب تخنى في السنة الرابعة الثالثة الآن من المصادقة على هذا الدستور الآن نناقض أنفسنا ونريد أن ندخل الجندر الذي هو مخالف لثقافتنا وليدستورنا نعم يعني السؤالي لك شيخ محمد صالح وإن كنت تسمعني الكثيرون ممن يسمعوننا ويتابعوننا لا يعرفون شيئاً عن الجندر أو الجندر الذي تتحدث عنه هل المقصود هو النوع الاجتماعي نوع الجنس سواء رجل أو أمرأة أم أن له تفسير آخر في القانون الجندر الذي قصدته ما المقصود به؟ يعني لست أنا الذي قصدت يعني هذا المشروع المشروع الذي تحدث عن الجندر والذي سيناقش والذي هو معروض الآن على مجلس نواب الشعب في تونس يعني الجندر لم يعرف كذلك يعني في ماي الفارض هدايا 2016 رئاسة الحكومة أصدرت منشوراً يعني فرقته على ووزعته على كل الوزارات بما في ذلك معهد الأحصاء وكل مؤسسة هذه الدولة وتم اعتماد هذا الجندر هذا الجندر في كل معناها اختيارات الدولة منذ ماي الفارض وهذا المنشور ذكر فيه كلمة الجندر ومفهوم الجندر يعني لم يحدد إطلاقاً وذكر هذا المنشور أرجو أن تبقى معي شيخ محمد صالح كلمة الجندر دون تعليف ودون تفهيم أرجو أن تبقى معي أنتقل إلى السيدة رادية سيدة رادية يعني إذا كان القانون كما تحدث الشيخ محمد صالح يهدف إلى هو اتفق معك في أن القانون ليس عليه أي غبار وأنه يدعم هذا القانون لكن هناك تحفظات على قضية المساوى المطلقة يعني القوامة المهر وأيضاً قصة الجندر ما رأيك في هذا الكلام؟ أولاً لست متفاجئة بموقف الضيفكم الثاني لأنه أنا دارسة للقانون ومنذ دراستي في التعليم العالي لمسألة الأحوال الشخصية وغيرها من المواضيع التي لها سلة بحقوق النساء وحقوق المرأة في ذلك الوقت مثل ما كنا نعبر عنه كانت هناك أصوات دائماً تتعالى من بعض رجال الدين الذين كانوا يفهمون خطأاً بعض المعاني القانونية أو التشريعية وكان لهم دائماً تأويل مخالف لمقصد المشرع الوضعي أو لمقصد الفقهاء والمناظرين والمدافعين على حقوق المرأة بشكل عام إذن اليوم لست متفاجئة وموقفه للأسف ينم عن عدم معرفته لمشروع هذا القانون عدم علمه بمحتوه وهو بدوره يعترف ويكون في هذا القانون لا يعرف معنى الجندرة ست راضي عذر على المقاطعة لكن يعني إذن المسألة أرجو أن توضحي لنا وللضيفي أيضاً توضحي لنا هل هذا القانون سيهدف إلى المساوعة إلى خلق بلبلة مثل ما يعتقد ضيفنا وإنما هناك معاني في القانون الوضعي التونسي عندما نتحدث مثلاً عن المار فعلاً هو تعدي على حقوق النساء وعلى المساوات لأن المار في الفصل القانوني الناصي على ذلك بمجلة الأحوال الشخصية هو ثمن لعقد نكاح هذا مثل هذه العبارة يعبر عن هناك عقد مقابل عملية لا نريدها أن تكون هي مسألة مادية وإنما هو عقد زواج عقد لبناء أسرة لمؤسسة يتكون من ذكر وأنثى من رجل وإبرأة من أجل مواصلة الحياة الأسرية في نطاق التفاهم والتوازن ثم لا يذهب إلى ظنكم وأن هذا القانون يبعث على إباحة أو التشريع للزواج الأنثى بالأنثى والذكر بالذكر مثل ما ذكر ضيفكم لا سلة بهذا الموضوع البتة في مشروع القانون المقدم لمناهض كل أشكال العنف المسلطة عن النساء هو قانون شامل فيه احترام لجميع القوانين الدينية والوضعية ولمبادئ حقوق الإنسان تكفل حقوق النساء وعندما نتحدث عن الجندرة الجندرة لا بمعنى ذكر وذكر مثل ما قال ضيفكم ونبيح الزواج المثلي وإنما بمعنى هناك مقاربة دائما في التوظيف مثلا في الوظائف مثل ما ذكر ضيفكم أو عند التشغيل أو عند التأجير أو في كل المسائل الحياة اليومية لابد أن نعتمد عنصر الجندرة بمعنى لابد أن ننظر إلى المقاربة الاجتماعية في عملية التوظيف لا ننظر إلى مسألة هذا ذكر له حق في أجر أرفع أو أنثى لها حق في أجر أدنى أو هذا يشتغل ساعتين وهذا يشتغل أكثر من ذلك أو هذا ميهن مخصص للذكور وأخرى مخصصة للإناث وإنما لابد أن نضع بين أعيننا ونصب أعيننا المساوات بين كل الأطراف وأن عملية الجندرة بمعنى لا ننظر إلى الجنس وإنما ننظر إلى حاجة المؤسسة وحاجة الإدارة إلى الطرفين على السوا ثم أيضا لا يجب أن يكون هناك تمييز سلبي للنساء بسبب أنهن آناثي أو بسبب أنهن نساء وإنما هذا ما نعبر عنه بالجندرة وإنما هناك دائما مقاربة الكفاءة ودفع للنساء من أجل أن يكون في مواقع القرامة ومواقع الإدارة وأن تحفظ كرمتهن في مواقع العمل يعني هذا هو ما يعبر عنه بالجندرة وليست الجندرة بمفهوم زواج مثلي وهذا يساء للقانون ليس إلا نعم سيدة راديا السؤال أيضا يأتي من خلال الاعتراض على هذا القانون وهو أرجو أن تجيب عليه باعتبارك رئيسة الاتحاد الوطني المرأة التونسية ومع هذا القانون هل هذا القانون يساوي بين المرأة والرجل في المراث وهو ما يعترض عليه الكثيرون هناك تطرق للعنف الاقتصادي المصلت على النساء في عملية التشغيل في عملية التأجير في فرص العمل في الترقيات في وسائل العمل وأيضا في عملية اكتساب النساء لآليات التملك هناك دعوة فعلا من المجتمع المدني وفي المشروع نفسه كانت هناك دعوة أيضا حتى إلى مراجعة بعض الفصول المتعلقة بالتمييز ما بين النساء والرجال في مسألة الإرض ولكن في هذا القانون ليست هناك إشارة وليس هناك فصل يتعلق بهذا الموضوع هناك العديد من الفصول التي نرغب في تنقيحها والمتعلقة بمجلة الجنائية وبمجلة الأحوال الشخصية وبعض الأساليب العمل على مستوى مراكز الأمن وعلى مستوى المحاكم الابتدائية في التعاطي مع مسألة العنف وليس هناك فصل خاص أو دعوة خاصة أو بند خاص أو ما من شأنه أن نتحدث فيه على أن هذا القانون تحدث إلى مسألة المساواة في الإراء في الإرض بالشكل الذي تطرحونه الآن أعود إلى سيد محمد صالح سيد محمد صالح الحديث حول هذا القانون والحديث حول النقاط الخلافية هل ما أجابت عنه سيدة راضية الآن يعني يوضح الأمور بالنسبة لكم في جمعية الأئمة وفي الداعين إلى استبعاد هذه النقاط الخلافية أم لا برك الله فيك على هذا السؤال الجيد أقول لك سيد الفاضل أن ضيفتكم هي في الحقيقة يعني بعيدة كل البعد عن المفهوم الديني الصحيح بحيث لا ثقافة لها باعتبار أني أنا باحث ومفكر في الشأن الديني سيد محمد صالح عذرا على المقاطعة عذرا على المقاطعة عذرا على المقاطعة أرجو أرجو أن لا يتم هذا الحديث مع احترامي لضيفية بهذا الشكل يعني فضيلتكم تتحدث وتقول ليس لها معلومات والسيدة راضية ليس لي تكوين في والسيدة راضية تقول نفس الكلام أرجو أن يوجع أن يوجع خطاب لي أنا والإجابة لي أنا شكرا تفضل دراسات قانونية تفضل تفضل أجيبك على سؤالك إذن يعني أنه الكلام اللي كنا نستمع إليه هو بالعكس يزيد الأمر غموذا بحيث الجندر لدى كل الناس عند القاسي والداني في أوروبا وفي كل الدنيا الجندر يفيد ما أشرت إليه وليس ما قالت إليه ضيفتكم ولهذا الدين الإسلامي جاء ليكرم المرأة وأول من كرم المرأة في الدنيا هو الدين الإسلامي الذي أعطى المرأة حقوقها مثل الرجل تماما وبدون تمييز وإذا كان هناك مجتمعات أخطأت في تطبيق التشريعات الإسلامية فهذا شأن المجتمع ولا بد من إسلاحه أما الدين فلا يمكن أن يصدر منه الحيف والظلم وفيما يتعلق بالإرث فإن الإسلام أنصف المرأة في الإرث بل إنه جعلها تارث أكثر من الرجل في أكثر من 25 موضع ولهذا يعني ليست هناك هذه مسألة مغلوطة لماذا؟ لأن الناس لا يفهمون الفقه ولا يفهمون القرآن الكريم ولا يفهمون التشريعات الإلهية العادلة ولا يمكن أن المولى عز وجل يعني يشرع تشريعات يعني يخير فيها الذكر على الأنثة أو يخير فيها الأنثة على الذكر بل إن الله سبحانه وتعالى جعل عباده جميعا بجنسهم جعلهم يعني يعيشون سوا ويعيشون في ألفة وفي محبة وفي موادة وليست حياة يعني فيها نوع من الصراع الذي يمكنه الطرف هذا إلى الطرف الآخر يعني الصراع يعني لا ينم على موادة ولا ينم على محبة فالأسرة الإسلامية مستقرة مطمئنة آمنة تعيشوا الود وتعيشوا الاستقرار الكامل أما الأسرة التي يزعمون أنهم يدافعون عنها فإنها أسرة يعني تقوم على الصراع وتقوم على المقاضات وعلى تفريق هذه الأسرة ولهذا نحن نريد الأسرة المستقرة والأسرة التي جبلنا عليها وفترنا عليها الرجل مع الأنثة والأنثة مع الرجل بعقود شرعية لا أن يصبح المهر عنفا ضد المرأة ولا أن يصبح الولي كذلك عنفا وتمييزا ضد المرأة فهذا لا يقبله أي إنسان في الوطن العربي وفي الأمة الإسلامية فالله سبحانه وتعالى شرع تشريعات عادلة وتكون سببا في إسعاد الناس في الدنيا والآخرة أما من يريدون أن يعني يغيروا خلق الله ويريدون أن يغيروا تشريعات المولى عز وجل فإن هذا وضحت الفكرة سيد محمد صالح باعتبار أن مجتمعاتنا محافظة وتؤمن بالله وتؤمن بالتشريعاتنا وضحت الفكرة التي أتى بها القرآن أكد عدد من المواطنين في طولوس أن العنف ضد المرأة أصبح ظاهرة وعبر بعضهم عن رغبتهم في سن قوانين خاصة لحماية المرأة ضد جميع أنواع العنف وحصولها على حقوقها الدستورية والله العنف أنا هو العنف مختلف فما عنف الجسدي وعنف نفسي أنا نشوفه في طولوس اللي مسالت على المرأة أكتر جسد العنف النفسي مسالت أكتر على المرأة منتشر مش بصفة كبيرة بصفة كبيرة 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 جدا فين تمشي تلخلعون فع المرأة المرأة ما عنديش حق تتكلم تتكلم تكلصتك على رأسها كان الأسباب حتى مثلا بشتع تيرايك في حاجة تقولوا مش هكيكة تتتعنف ما تتعنفش بتضرب تتعنف لفظيا والله مش ظهرة كبيرة برشة أما ظهرة متفشية في بعض الفئات من المجتمع التونسي اللي هما حقيقة من عرش من فماش تناسق بين الأزواج هذه كظاهرة والظاهرة هذه متسبب فيها الأكثرية هي المادة بالنسبة معناها بغابوغ لبرشة دول الأخرين معناها المرأة التونسية ما يخذ حقها يعني تناجم وندافع على روحها بالقانون أما العيب مش في القانون العيب في المرأة إنها تخاف إنها تمشي تحاكم رجلها والله إنا هنشوف فيهم برشة برشة معناها يعانفوا نسي مع رجلهم ورجلهم مع نسيهم حتى أولد صغار معناها حكيها بالحق منتشرة على الأخر دونك لازم حل بش العابد يشوفوا حل آخر الضارب خطر ما هوش حل ذيك ينجموا بالكلم ينجموا أي حكيية ينجموا منعرس هنا عما في تونس بالحق برشة برشة في الوقت هذا وقت الراهن لازمها قانون بش يحمى خطر الحق منطهدة برشة وأنا معا الموساوات معاها وعطاها الحقوق والحرية بالطبع معناها نحن نناضلها كمرأة ونا ندوري المتواضعة معناها لكلنا نحاولوا نناضلوا المرأة هنا أثبتت ذاتها نحن في تونس بالعمل بالشغل في كل الأسلاك هذا معناها جزء كبير جانب كبير أنها تحاول بيش تحقق ذاتها وفي نفس الوقت من المستوى السياسي نحاول في كمجلس النواب أنه يتقنن في كل مرة ضد العنف في المستوى السياسي وفي المستوى الفني نحاول بيش نصرح به أعوذي للضيفية وأذب لسيدة راضية الجوربي سيدة راضية يعني حتى الرجال معترفون بأن المرأة لها حقوق وأنها تحتاج إلى هذا القانون والنساء يقولن أنهن سيناضلن من أجل هذا القانون وحتى ضيفي يعترف بأن المرأة لها كل الحقوق السؤال الآن ما هي أسباب هذا العنف في رأيك المسألة ليست مسألة يجب أن يكون المرأة حقوق أو أن تكرس هذه الحقوق من عدمه نحن قلنا للمسألة ما هي شيء في قراءة دينية أو هي في نقد من حيث أن هذا النص مخالف للدين في الحقيقة هذا النص يتطابق مع معاليم الدين الإسلامي الذي يبحث على المودة والمعاملة بالحسن بين الزوجين أو بين أطراف المجتمع بشكل عام ثم هناك ضروريات تقتضي الآن بعد فعلا تعرض النساء في تونس إلى العديد من أنواع العنف وأن العنف أصبح ظاهرة لا يمكن أن يقع إخفاءها أو التغافل عنها ثم أيضا خروج المرأة إلى العمل منذ سنوات عديدة واستغلالها على مستوى الاقتصادي أو على مستوى العمل المهمش أو في مواقع العمل الفلاحي أو أيضا التحرش وما نراه على مستوى الشوارع وفي الطرقات العامة وفي وسائل النقل وهذا ليست مسألة تخص تونس فقط وإنما هي مسألة تخص العديد من الدول بما في ذلك الدول المتقدمة ثم هناك أيضا عنف سياسي وصلت على النساء رغم تعلمهن في تونس ورغم هنا نتائج ومواقع جد جيدة ومتألقة إلا أن هنا في نهاية الأمر يتعرضن إلى جانب كبير من العنف الوزارة والسلطة العمومية في تونس تعطي رقما يقدر بـ 47.9% من النساء التونسيات خلال سنة 2014 تعرضنا على الأقل مرة في حياتهن إلى العنف بالنسبة لفئة ما بين 16 و20 سنة وهناك نسبة تتجاوز 53% من النساء تعرضنا في حياتهن على الأقل إلى العنف أو أحد أنواع العنف ثم هناك أرقام مفزعة تنص على أن هناك أكثر من ثلاث نساء على الأقل في اليوم يقع اقتصابهن أو التحرش بهن جنسيا وفضلا عن الكم الهائل من العمل التي يعملنا في القطاع المهمش وهنا يقع استغلال لأن هنا استغلال فاحش على جميع المستويات إذن كل هذه الوضعيات تتطلب مننا أن نتدخل وأن المشرع التونسي أن يتدخل من أجل وضع حد مثل هذا العنف ثم بعد الثورة العنف لم يعد العنف بما تعودنا عليه فيما قبل وإنما أخذ الشكل خطير جدا لأن العنف أصبح الشميع في تونس هناك اغتصاب للأطفال اغتصاب للرضع اغتصاب للعجائز هناك ما يعبر عنه بزن المحارم هناك أيضا القضايا أو الجرائم الأخلاقية المصلتة على النساء وهناك أيضا استغلال مهني ووظيفي واقتصادي للنساء ثم يتحدث حتى عندما يتحدث عن الإرض في تونس العديد من الفتيات الصغيرات التي يعملنا في المنازل أولا يقع تشغيل الأطفال وهذا أيضا عنف وهذا ممنوع قانونا ومع ذلك يقع تشغيل الفتيات الصغيرات في المنازل هذه الفئة من الفتيات يقمنا بإعالة عائلتهن في الريف ويبنينا المنزل ويشترينا بمقابل ساعدهن وإيديهن الصغيرة شكرا الأراضي ويعلنا الأسرة ثم في نهاية الأمر ليس لهن أي حق فيما جانينا وفيما قمنا به من أعمال إذن هناك أمر يقتدي هذا التدخل وأعتقد أن تونس على الطريق الصحيح بهذا القانون ومشروع هذا القانون شكرا جزيلا أذهب إلى ضيفي شيخ محمد صالح يعني شيخ محمد صالح أرجو كلمة أخيرة إذا كانت كل هذه الأسباب والظاهرة وهي ظاهرة اجتماعية وكما قالت سيدة رضيا ليس لها علاقة بالإسلام وإنها ظاهرة اجتماعية موجودة في المجتمع التونسي وفي كل المجتمعات العالمية والسؤال الآن ما الذي يمكن أن يقرب وجهة النظر ويخرج هذا القانون للنور لكي يعطي هؤلاء المظلومات حقهم بدون أن يكون هناك نقاط خلافية مرتبطة بالدين الإسلام أرك الله فيك بعد تلك الفترة الطويلة التي عاشها المجتمع التونسي يعني تقريباً خمسة عقود أو ستة عقود عاشها في تجفيف المنابع وفي عملية تغريب المجتمع إلى خيره أصبح المجتمع التونسي يعيش نوع من التفكت ومن التهرئة الاجتماعية لذلك مسألة عنف هذه ليست مرتبطة بالأنثة المجتمع بأكمله يعيش نوعاً من العنف نظراً للظلم الذي كان يمارسه على كل أصناف المؤسسات في المجتمع وعلى كل الأفراد بكل أجناس وبكل معناها صفاتهم ولهذا كما فم عنف ضد المرأة في تونس هناك عنف ضد الرجل كذلك يعني لا ننفي وجود عنف ضد المرأة كما كذلك لا نتجاهل ولا يجب أن نتجاهل أن هناك عنف ضد الرجل يعني العنف هي ظاهرة اجتماعية وليس العنف مسلط على الإمرأة فقط ولهذا يلزمنا نفهم أنه ليس مسألة تأويل النصوص إذا كان مسألة أولاد ثوابت متاع الزواج وثوابت الأسرة اللي هي نقطة القوة في المجتمعات الإسلامية واللي هي تميزنا عن الغرب اللي أصبح المجتمع متاعه مفكت نحن في المجتمعات العربية الإسلامية الأسرة ما زالت رغم كل هذه الهينات ما زالت الأسرة متماسكة وما زالت الأسرة تلعب دوراً مهماً في حياتنا الاجتماعية ومع ذلك نريد أن نفكت نقاط القوة لدينا إرضاءاً للآخر أو يعني بزعمي أنهم يعني يريدون التمدن ويريدون التقدم نحن لسنا ضد التمدن لسنا ضد التقدم شكراً جزيلاً لسنا ضد محاربة كل أنواع الظلم ولكن لا بد أن نحافظ على أصالتنا وعلى ثقافتنا وعلى هويتنا شيخ محمد صالح رديد ناطق رسمي وعضو المكتب التنفيذي لجمعية الأئمة من أجل الاعتدال شكراً جزيلاً على وجودك معنا أيضاً أشكر ضيفتي السيدة راضي الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أشكرك على وجودك معي شيدين الكرام النافذة مستمرة وفيها بعد الفاصل نتابع معاناة عائلة فلسطينية في مخيم الشاطئ سقط سقف منزلها وهي تقيم فيه حتى الآن لعدم وجود مأوى بديل